دفعة تعينات رئاسية جديدة هي الثانية يصدرها رئيس مجلس القيادة الرئاسي منذ الجمعة الماضية وجمعها تدور في مجال نفوذ ورغبات المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسيطر أمنياً وعسكرياً على العاصمة المؤقتة عدن وهو المجلس الذي يدعو للانفصال وتقسيم الدولة اليمنية بدعم سياسي وعسكري من الإمارات العربية المتحدة التي أنشأته في مايو 2017 في مدينة عدن ودعمت تمرده الأول على السلطة الشرعية في يناير 2018 وتدخلت قوتها مباشرة لدعم انقلابه الثاني على الرئيس هادي والحكومة في أغسطس من العام التالي واستمرت في تبنيها للبجلس ومشروعه الانفصالي حتى قرار الإطاحة بالرئيس عبد الرب منصور هادي وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي وعضوية ستة آخرين من بينهم رئيس الانتقالي عيدروس الزبيدي الذي يستقوي على العليمي ويمارس عليه الضغوطات كبيرة تبدو نتائجها وآثارها في قرارات التعيين الأخيرة مستغلا سيطرته الأمنية والعسكرية على عدن قرارة أمس الأحد شملت تعيين مبخوت بن مبارك محافظا لمحافظة حضرموت وهو عضو في البرلمان عن المؤتمر الشعبي قبل أن يفصح لاحقا وبعد تشضي المؤتمر مقابل توسع نفوذ الانتقالي عن تبنيه دعم حق تقرير المصير لأبناء المحافظات الجنوبية في موقف يتعارض مع انتمائه للحزم المتبني في ميثاقه لمبدأ الدفاع عن الوحدة اليمنية قرارات مجلس القيادة الرئاسي شملت كذلك تعيين رأفت علي إبراهيم الثقلي محافظا لمحافظة أرخبيل سقطرة الواقعة خارج سيطرة الجيش اليمني منذ استولت الإمارات عليه بالكامل ومكنت تشكيلات عسكرية انفصالية مدعومة منها ويعد المحافظ الجديد لسقطرة من أبرز الشخصيات المحسوبة على الإمارات وهو رئيس المجلس الانتقالي في المحافظة فيما يبدو قرار تعيينه اليوم مكافأة لقيادة التمرد ضد المحافظ السابق رمزي محروس في العام 2019 وتثير هذه التعيينات العديد من المخاوف في أوساط اليمنيين من حيث كونها تضع علامات استفهام حول ما إذا كانت مهمة مجلس القيادة الرئاسي تتركز في تمكين الانفصال بأدوات الدولة